السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم مسائل من الجزء 3 الحركة في بعدين وثلاثة أبعاد القسم 3-3 حركة المغذفات المثالية للصف 12 متقدم المجلد الثاني من الدولة الامارات العربية المتحدة للعام 2017-2018 حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات ردد شعاري المثابرة أقرأ أفهم أحفظ وطبق مفتاح النجاح بعون الله في إيدك بتيب ورغى وقلم وبتابع معي الحل الخطوة بخطوة وبترسم شوف أنا رسامة قبل يعني بقرأ المسألة كذا مرة لحتى استوعب المسألة شوفتها أطلق الجسم بسرعة 20 متر لكل ثاني من أعلى برج شاهق رسمت البرج ورسمت المسار ورسمت السرعة VI هي السرعة الابتدائية والارتفاع Y للجسم كدالة للزمن T المنقضي من لحظة الإطلاق هو Y T و 4.90 T تربيع زائد 19.32 T زائد 60.0 حيث يحسب H بالمتر و T بالثواني أحدد ارتفاع البرج زابية الأطلاق المسافة الأفقية التي قطعها الجسم قبل أن يسقط على الأرض كتبت المعادلة هنا مرة تانية تذكرتني هذه المعادلة بالمعادلة Y final تسوي YI زائد VIY في T زائد نصف AT تربيع لو قرنت المعادلتين مع بعض البعض لو وجدت أن YI تسوي لـ 60 متر واللي هي بتمثل ارتفاع البرج واللي هي بتمثل H أيضاً من المقارنة من لاحظ VIY مضروب BBT بقابلها 19.32 مضروب BBT إذن VIY تسوي 19.32 متر لكل ثاني لكن إنت بتعرف VIY تسوي لـ VI-6 من تحليل متجه لسرعة الأطلاق اللي هي VI VI هي سرعة الأطلاق من نعوضها بدل VIY من عوضها VIY سين سيتا وتسوي 19.32 ما في دعي نكرر المتر لكل ثاني معنا لأن نحن منها بدنا نحصل على سيتا زاوية الأطلاق سين سيتا وتسوي 19.32 على VI هاي مثل ما أدل لك ما في داعي هاي هاي فبتعوض بتصير C تسوي شيفت السين 19.32 على 20 وتسوي لـ 75 درجة هاي هاي خلصنا الطلب ايه خلصنا الطلب بي بقي عندنا الطلب C الطلب C المسافة الأفقية التي قطعها الجسم قبل أن يسقط على الأرض يعني المعادلة R تسوي VIX في T VIX عندنا إياها لكن T ما عندنا إياها بنحسب T من المعادلة اللي هو عطانا إياها المعادلة اللي عطانا إياها بتشبه المعادلة من الدرجة الثانية AX تربيع زائد BX زائد C تسوي الصفر حيث X هي T إذن منحلنا بهذه الطريقة T هو تسوي سالب B بي كام 19.32 موجب سالب الجزر التربيع B تربيع اللي هو 19.32 للتربيع سالب أربع مضروبي في A A عبارة عن سالب أربعة فاصل تسعين مضروبي في C C عبارة عن الستين على 2A 2 مضروبي بسالب أربعة فاصل تسعين T وتسوي لسالب تحت الجزر تطلع 39.361 فبكتبها مرة مع الموجب ومرة مع السالب فتطلع T إلى قيمتين T تسوي 5.988 أو T تسوي سالب 2.045 السالب نحن بنرفضه فلذلك بجيبها جيب المعادلة R وتسوي VIX في T تسوي لعشرين ضرب كوسين الخمسة وسبعين ضرب T اللي هي 5.988 تتطلع R وتسوي ثلاثين وفاصل تسعة وثسعين متر وفي أمان الله لا تنسونا من الدعاء